تلقى سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس اتصالا هتفيا من سعادة السيد تيموثي لندر كينغ المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن وعرب سعادة وزير الخارجية عن تهنيه للمبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن على تكليفه بهذه المهمة السياسية لما يتمتع به من كفاءة وخبرة طويلة في العمل الدبلوماسي معربا عن استعداد مملكة البحرين وفي ظل رئاستها لمجلس التعاون هذا العام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لإنجاح الجهود الامريكية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن في اليمن وفي المنطقة عموما انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية وصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن في ظل تصعير الحوثي والجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب الدائرة ويحقق للشعب اليمني أماله في السلم والاستقرار والأمن وأكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها لليمان السيد مارتن جرافث للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق تطلعات الشعب اليمني ويحفظ الأمن والسلم الإقليمي ترجمة نانسي قنقر